الأطفال دكتور إيمان يعني دلالة اختيار شخصية المعرض الكاتب الكبير يعني ربنا أرحمه يعقوب الشروني وأيضا عالم المصريات دكتور حسن سليم دكتور سليم حسن يعني دلالة اختيارات هذه الشخصيات سليم حسن يعني احنا مرتبطين أول موسوع يعني موسوعته اللي هي أجزاء كتيري أنا كنت دايما يعني أبص فيها أنا خريجة أثار أساسا وتخصص ودول الوقت بحس كده أن سليم حسن ده يعني ربنا كان قبليه يعني أكتر من من كاتب لكن سليم حسن اللي جمع لنا شوية كتير ونمهما نتفق أو نختلف إن دايما في التاريخ في نظريات في ده يثبت أو النظرية دي أو هل الحروب دي تمت في السنين دي يخد بالك التاريخ الأديم بيبقى أصعب إن تحديد السنوات في الفترة القديمة دي صعب جدا يعني يتراوح ما بين كذا وكذا فإحنا بنبقى اختلفنا أو اتفقنا أنه هو بيحكي عن الملك ده بطريقة كويس أو بياخد نظرية المؤرخ الفلاني بيستقيها أنت عندك مثلا كل مؤرخ بيبقى مجموعة مؤرخين كل واحد يوم لوجهة نظر فأنت تنتقي واحدة منهم الأصدق أو السابتة تاريخيا صحيح اتفقنا واختلفنا لازم كنا بنجعل الموسوعة بتاعته فيه جزء كمان خاص جدا اللي هو جزء الأدب جزء الأدب ده كان يعني متجمع عايز أقول لك بدايات الأشياء أو بداية حبنا الأدب كان من خلال سليم حسن لأنه عرفنا إن إحنا يعني مصرحيات إزيس وأزوريس مثلا من أقدر المصرحيات اللي إحنا ممكن نقول إنها اتعاملت وتنفزت وكانت طول شوية بتتداول فلا سليم حسن ليه عمق في واقعنا وفي حياتنا الثقافية ومنقدرش إن إحنا نتجاهله يعني حتة اختياره دي معناه فعلا إن إحنا منجع مش لل يعني ما فيش أي نظر سطحية في الموضوع لأ بالعكس نظرها عميقة يقابلها برضو يعقوب الشروني يعقوب الشروني دي تالت دواجة الاختيار الشخصية للطفل صحيح تاريخ طويل وده يأكد اهتمام معرض القيارة الدولي الكتاب بالأطفال وكتابات الأطفال والمؤلفين اللي بيقلفوا للأطفال لأنه ده يعني مستقبل الأطفال دلوقتي هما المستقبل بكرة يعني تستطيع أنت عشان يعني تخلي مستقبلك أفضل بتجعنا على الأطفال لأنهما بالتالي اللي هيحركوا ده فأنت على قد تعليمهم على قد اهتمامك بيهم على قد الوعي اللي انت بتحاول توصله هما بالنهاية بيتحركوا بيصنعون لك مستقبل أفضل فأحنا بنراهن عليهم حتى التي عقوب الشروني أنا بقول إن دي تالت دورة يبقى فيه شخصية لمعرض الأطفال فكان دايما مشهورة سالة خمسة إنها دي بتنفذ الجزء التنفيذ يعني بيقى فيها الأنشطة وفي نفس الوقت حواليها بيبقى موجود كل بقى اللي بيهم تعامل مع الأطفال سواء اللي بيبيعوا كتب أو بيبيعوا أدوات تعليمية أو هزا فبيحسوا إنه هو فيه حاجات كده الصلة دي بتاعة الأطفال فهما هي السنة تنقلت شوية بقت قدام يعني كانت الأول بتمشي لها بالطفطف ده دلوقتي لعبت جنب صلة واحد وبقت خيمة فبيحس إنها تبقى أول ما ندخل نلاقيها من البوابة بالزوج طب دكتور إيمان يعني بذكر الكاتب الكبير يعقوب الشروني وحياتك متخصصة في كتبات الأطفال وإدب الطفل عموما إيه أكتر حاجة حياتك شايفة إنها أثرت فيك ككاتبة قبل كقارئة لأستاذ يعقوب الشروني بحبيه قوي الشغل اللي عمله في اللواحات وفي الصحرة طبعا هو شغل كله بيعجبني هو دايما يوقف عند التفاصيل اللي بتهم الطفل ما بيحاولش يكلم الطفل القاهري أو الطفل اللي عايش في المدينة لا الطفل يعني ليه حاجات عام القناة ومدن القناة حديدة بحيث إنه هو يبقى عارفين شوية تاريخنا شوية جغرافياتنا جغرافية بتاعتنا بحيث إنه هو يبقى الطفل مش يدوبك